ممكن واحد يسألك دلاتي سؤال باديه جدا كان برضو نفس الاسلوب رئيس الزمالك بيحصل السنة اللي فاتت وقدر فريرة ان يقفل على الفرقة عشان كان الاهلي مش في حالته انت شايف ان ده السبب الرئيس اللي خلى الزمالك يكسب اه طبع عشان الاهلي ما كانش في حالته انت كان عندك كمية ضغوطات على الناد الاهلي في الموسم اللي فات بخلاف الزلم التحكيم اللي مر بي الاهلي ما كانش في حالته بس كان زمالك بيكسب يعني بيكسب مطشاط بس انت خد بالك انت عندك كم مطش الاهلي خسرهم او دعم منه نقط بسبب ايه تحكيم صاح او لا مصح فطبعا الحالة المعنوية بطيبت يعني انا بقولك يعني انا مريت بنفس الزرف ده في الدرجة التانية وبرت المنصورة حسيت ان انا التعب بتاعي تخلي بقى انت النادي الاهلي فبتمر بظروف التحكيم كله ضدك وما بيحسب لكش وبيضيع عليك نقط الطبيعي اللي حق بس لما النادي الزمالك بياخد الدوري بقى النادي الاهلي مش في حالته بيبقى فيه خلق فيه مشاكل كتير جيد انت شايف كده ان ده بيبقى على مدار التاريخ لو زمالك خد الدوري بيقول اهلي حالة اللعبة خلاص ممكن كبر سن اللعبة محتاج تجددات محتاج اضافات جديرة طب ليه ما نقولش ان الزمالك يستحق ان نفوز بطورة الدوري في اي سنة من سنين اكيد لما بياخد الدوري بيقول يستحق بس بيبقى الاهلي مش في حالته الاهلي ما بيبقاش في الحالة بتاع بس الاهلي لو في الحالة بتاعته بالامكانات الموجودة بالدعم الجماهير بالدعم مجلس الادارة بالكواليتي بتاع اللعيبة اللي موجود بالاسماء اللي تلعب في النادي الاهلي الطبيعي ان هتلاقي النادي الزمالك بعيد عن الدوري مثلا لسنوات كبيرة جدا ودي كانت موجودة على مدارة تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي والزمالك لما النادي الاهلي خلاص بتبقى العناصر بتاعته مفيش الاحلال والتجديد بتاعته مع بعض المشاكل مثلا ان انت في لعبة تصابت في لعبة بطلت وعشان تجيب لعيب يقدر يتاقلم مع النادي الاهلي بتاخد وقت كبير جدا الاهلي قرب بشكل كبير من الدوري ولا لسه بدري لسه بدري يعني زميك لسه عنده فرص انه اه طبعا بس اه انا يعني انا واحد من الناس اتشرف ان في يوم الهام تربيت في النادي الاهلي كنت متواجب في النادي فعارف السيناريو ماشي ازاي خد بالك خلاص بعد المبارار اللي فدي خلاص اتناست صفحة وتقفل طبعا صح صح فده ده عشان كده دايما الاهلي بيقدر يحصد البطولات نتيجة كده التركيز مش النارده انا كسبت الزمالك خلاص احنا فرحانين بقى ونعيش عليها شوية فلا خلاص انا متأكد مثل من الصفحة دي تقفلت خلاص هيبقى مثلا ممكن اجازة يوم كده ما فيش اجازة ده تمرنات عدود بقر في مطر ده اقولك حتى لو يعني حتى تعمل فرحة الفوز وفرحة لان خد بالك برضو الفترة الاخيرة للعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الدارة كان عليهم ضغطات مبالغ فيها بصراح فالفوز ده بالنسبة لهم لأ عودة من جديد وعادة حسابات ويدخلت كاس على معنواتك مرتفعة على ما تكسب فريق قوي زي نادي الزمالك خلاص انت هترتب ورقك انت ترتبت ورقك معنواتك مرتفعة الحالة الجماهيرية الدعم الجماهيري دعم مجلس الادارة بص دايما نلفوز في المباراة الكمة دي بتعملك نشوة انتصار